تستمر سراعات الداخلية بنخر البنيان الداخلي لتنظيم داعش لتزيده ضعفاً وانهزاماً بالتزامن مع اهتراء شبه كامل لجسمه الخارجي بفعل الضربات المتلاحقة التي يتلقاها فيما تبقى من جيوب في سوريا وفي هذا السياق كشفت وثيقة مسربة عن قيام تنظيم داعش بتصفية بحفظ الجزراوي في الصيف الماضي من قبل أفراد التنظيم في شرق سوريا الجزراوي يعد من قيادات الصف الأول وتم قتله تعزيزاً أي تمت تصفيته بسبب فكره المتطرف كما قال التنظيم نفسه ولكن ما زادت طين بلة أن الوثيقة المسربة تشتكي من أن عملية القتل حصلت من دون توجيه تهمة معينة أو محاكمة